السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجنا شكل تاني وفعلاً النهاردة فكر تاني بشكل تاني مع الأستاذة ولاية عبد المنعم العباسي نورتين يا حبيبتي ببرنامج شكل تاني المدينة نورت بيكي ويا رب النهاردة نفيد الناس بجد لأن أنا بجد سمعت عنك حاجات جميلة جداً وهو ده اللي خلاني النهاردة قلت لازماً نعرف أولياء الأمور أو المعلمات إيه الشكل التاني اللي احنا عايزين نقدمه وعرفت عن الأكاديمية بتاعتك فيها فكرة جديدة عن اليوسي ماس وحب الوضحة للناس مبدئياً أنا بسم الله الرحمن الرحيم فكرة اليوسي ماس احنا متعاقدين مع مؤسسة جينيال ماس للراضات الزهنية مستر سالم رئيس المؤسسة التعاقد معهم كان طبعاً بفكرة البرنامج شامل بعد كده أنا جات لفكرة كان لي الشرف أن أنا أخد الفرع الزهبي لجينيال ماس على مستوى الجمهورية تطوير في البرنامج فكرة تانيية المهارات تدخل في برنامج اليوسي ماس ما شاء الله تانيية المهارات تانيية المهارات أدمجها مع البرنامج نفسه وفعلاً الفكرة نكحت واندمجت في كل الكتب لكن أنت ياميس ولا مش مدربة يوسي ماس مش مدربة يوسي ماس هو اليوسي ماس موجود عندنا مستر محمود عتمان مدرب بيوسي ماس معتمد من جينيال ماس وهو بس المدرب أنا بس كنت بضيف أفكار للبرنامج من خلال شغلي مع الأطفال بحكم شغلك أنه يجب أن تربية خاصة تربية خاصة وتنمية مهارات وكده فأنا حبيت حط الفكرة دي تزود انتباه الأطفال وتركزهم وتعلي إزدكاء عندهم ويتشغل الموضوع مع البرنامج فالفكرة الحمد لله نكحت وانضفت في كل الكتب بتاع اليوسي ماس الخاصة بجينيال ماس وأخدت عليها الحمد لله الفرع الزهبي على مستوى الجمهورية لجينيال ماس شكر لهم طبعاً بعد كده نقدم الشكر لليوسي ماس لجينيال ماس جينيال ماس فالحمد لله جد من بعدها بقى أنا حطيت فكرة تنمية المهارات طب البرنامج دلوقتي موجود فيه إن الطفل يبدأ من أربع سنين شرط يكون متكن من وان لتن بالإنجليش ده فكرة اليوسي ماس اليوسي ماس عمتاً عمتاً اللي بس كلها عرفيه إن الطفل بيبتدي من أربع سنوات أيها الإضافة اللي أنت أضفتها الجديدة الإضافة بقى أنا دلوقتي عمد أطفال ما شاء الله سن سنتين فوق السنتين متكنين من وان لتن وعد وحساب وكل حاجة وعلى الخرز العادي اللي إحنا بنشتغل به من وان لتن آه فأنا طبعاً جات للفكرة وشرط يكون انتباه كويس وتركيز كويس فعند أطفال ما شاء الله يعني وصلين المرحلة دي في السنتين ده فجات لفكرة بقى أعمل لهم كتاب خاص بيهم يناسب قدراتهم يناسب المهارات اللي هم فيها دلوقتي في الفترة دي فعملت كتاب يا ربي يناسب إحسن الجميع هو مراجعة مستر محمود ومستر سلم يعني وفقه عليه كتاب آه كتاب للأطفال أعم ممكن توضحي لستاة المشاهدين هو الكتاب فكرته القاميرا مقابل الكتابة في يوسي ماس مقابل الكتاب الفكرة بتاعته برضو من مكفية مهارات تناسب السنتين ده والعمر ده للأطفال فكرة جديدة فعلا فالكتاب كله قائم على التلوين والحمد لله هتشوف في بيديوهات يعني احنا اول برنامج ياخد الفكرة دي الحمد لله هي الفكرة جميلة وجديدة ومش موجودة على مستوى العالم الحمد لله جربتها مع اطفال والحمد لله جابت نتيجة كويسة وممكن نعرضنا بعض منها على الصفحة وفي بيديوهات ان شاء الله هتبقى موجودة معنا في الحلقة طبعا لكي ارقام ان شاء الله باستاذ المشاهدين للتواصل لحد حبي تواصل مع مستوى العالم بإذن الله فجات لي بقى مشكلة تانية هو مشكلة ازاي هيشتغل الطفل على العداد وكده ان العداد اللي موجود كله بيناسب الاطفال السنك كبير طبعا هو مهرته كويسة المعداد الصغير لو الخرس بقى مش اللي هو الكبير بتاع المستر لأ هو فيه العداد بقى اللي بيشتغل عليه الخرس بتاعه يعني صغير ويصعب التحكم فيه لأ تاني بقى يمستوى العالم كده عشان ايه استاذ المشاهدين بس تركز معينا ايونا انا قريدي فيه عداد كبير اه اللي هو للسن لأربع سنين المتكن من 1 لتن يارف يتحكم فيه اللي هو بيارف يتحكم فيه فيه بقى معداد عند حضرتك او انت ابتكرته ولا هو طبعا انا كنت ابتكرت يعني مواصفات معينة عشان تساني ناسي بالسن ده بس للأسف مفيش مصنع هيصنعلك عددين وثلاثة جاربي فيهم في الاول فالمشاهدة ديات انا طبعا تحددتها ودربت الاطفال على العداد الكبير بتاع الاطفال على العداد الكبير اه وهيبقى في فيديو لهم برضو موجود وهي اما بتحكمه في الخارج ان شاء الله معنا الفيديوهات هتنزل بل بالعكس الطفلة اللي موجودة في الفيديو كانت بتستخدم ايدها الشمال على طول اول ما جات لنا ولما يعني هي في الحضانة بتاخد مهارات عادي واللي فتنها هي الاكاديمية بتاعتك فيين يميس؟ اه في السنة البلد فمشاء الله متكنه بايدها اليمين وعلى العداد اللي هو ضقيق زي كده متكنه ما شاء الله طيب ايه رأيك في التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات في التعلم مثل الصبورة الذكية؟ هيا الفكرة ممكن تكون فكرة يعني كويسة لبعض الاشخاص اللي جربوها او نفعد معاهم بس من خلال تجربتي مع الاطفال وشغلي معاهم انا ما بفضلهاش في الفترة اللي هي السن الصغير بتاع الكيجي وفيما فوق حتى الابتدائي حب ان الطفل عملية تعليمية تكون كاملة بان هو يستخدم حواسه كلها كاملة يفي تفاعل بين المرسل ومستقبل يكون في حوار ينمي حتى الناحية الاجتماعية اللي هو ضوات الصبورة الذكية والتابلت؟ اه الشاشات عامة والشاشات عامة اه لان احنا طبعا بالنسبة للمجنة بيجيني مشاكل كتير جدا مع اطفال بيكون سببها التعرض الكتير للوقت اطول على الشاشات يعني ان كان تابلت او تلفزيون او كمبيوتر او حاجة مدة طويلة قوي زيادة عن النزوم ده بيجي سبب مشاكل للطفل فما تكون العملية التعليمية قائمة على ان هو يستخدم حواسه كلها هو يتحرك ويشغل دماغ ويفكر ويكون في حوار بينه بين المسل الموجودة ينمي حتى التفاعل الاجتماعي مع الطفل ده بيكون افضل بكتير من هو هنخلق يعني بموضوع ان هو كل حاجة سهلة بمجرد بس ان هو ينقر على الشاشة تطلع ده مشكلة ده مشكلة ده مشكلة ده مشكلة خلينا التكنولوجيا دي يعني حاجة صعبة جدا للاطفال دلوقتي بنخلق طفل طب انا عايز اسأل سؤال هو يعني يعني وليد لحظة دلوقتي ايه اضرار التليفون او التابع على الطفل وانتي عندك في الحضانة ازاي بتقدر يتعالج المشكلات دي احنا مبدئيا في الموجودة عندنا في الحضانة ما بفيش موضوع ان احنا يتعامل كل حاجة بشغل المهارات الطفل بيستردم ايده وحواسه في كل حاجة ايده وحواسه الحواسه كلها عشان اليد حاسة اللمس مش كده اه يعني حركة اليد مع العين ده انتباه وبيدي انتباه وتركيز للطفل طبعا الموضوع الشاشة والحاجات دي كلها بتقلل التركيز عند الطفل وبيتزود الحركة عنده هايبر اكتف وكده فدي بتبقى من ضمن المشاكل اللي الاطفال بتعرضوا ليها وبيبقى عنده التركيز قلين بيبقى عايش بقى ينسحب تدريجي تدريجي يبقى عايش في عالم لوحده العالم بقى اللي هو اللي بيتفرج عليه ان كان كارتون او غيره بيبقى هو يعني فيه اطفال بتيجي مدبلجة بيجي الكلام كله زي الكارتون المدبلجة اللغة عربية فصحة بيجي الدفس الطريقة كده يتكلمك ما يتكلمش ده الطفل يا أستاذة ولا اللي هو على طول بيتفرج على الكارتون اللي هو الشخصية الكارتونية اه صح كده؟ اه طبعا هو اغلب الاطفال بيتمضوا على كده والموضوع اللي هي الالعاب اللي بتقوم موجودة على التليفون دي برضو من ضمن المشاكل اللي الاطفال بتسحب الطفل اللي على هم تاني خالص تمام يعني هي دي فكرة التكنولوجيا الحديثة والصبورة انت عندك في الحضانة أو في الأكديمية حاجة شو بيصبورة ذكية أو كده؟ لا لا أنا بصراحة الفكرة أصلا هي كان يعني أنا مش حبها في الشغل معي بتاعنا بالنسبة لشغلي أنا حابة ان الطفل يتعامل بكل بحواسه وهو اللي يتعامل بكل حاجة يعملها بإيده ويتفعل مع المسل الموجودة يبقى في حوار حتى لو هو مش مركز المس بسلا بتديله سؤال تنبهه لكن الصبورة مش هتقوم بالمهام طب انت إيه اللي تتمنيه للتعليم الفترة اللي جاية كولاء أنا أتمنى بصراحة هي يعني طبعا زي ما فخمت الرئيس سيسي قال هم نور عينينا هم مرآة المستقبل هم فعلا نور عينينا ومرآة المستقبل أنا دايما بشوفهم بقلبي مش بعيني بصراحة يعني حتى في شغلي معهم ودي نعمة من نعم ربنا علي إننا كمان تخصصت في مجال الأطفال وخاصة التربية الخاصة لزاوي الهمم دي بتتديني قوة فوق القوة أنا بستمد قوتي منهم وما بممليش بالشغل معهم بالنسبة أنا بشوف النتيجة المرجوة إننا عايزاها وأحسن ممن عايزاها فدي بتبقى لوحدها طعم تاني إن شاء الله ربنا يجب لكن لنا أتمنى إن قدام في المستقبل الأطفال المتميزة اللي احنا وصلهم لقدرات سنس تنتين وصل لقدرات ثلاث سنين واربع سنين وأزيد إن كل مكان إنه هو يعني في المدارس العادية أو غيره إن مثلا الطفل بياخد سنتين في سنة هو قدراته عالية يعني أنا قدراته عالية هو لما يدخل المدرسة هيحس بملل إنه هو قدراته واصل عارف الحاجات دي كلها مش هتبقى بالنسبة له الموضوع المهم طب أنت هنقف بقى عند حتة القدرات يمكن أذكر موقف بس حصل معي إن أنا من أحد الزملاء في المجال بيقول لي طب هو أنت دلوقتي ما شاء الله الأطفال واصلين للمرحلة دي واصلين سابقين ذو القدرات دي كلها طب بعد كده هيعملوا هيخش المدرسة حس بملل بأنتي ما بتعملش حاجة أنت كده كده شغلك مالهوش لازمة بمعنى أصح طبعا فأنا ردي كان قلتلون ممكن الأطفال دي بقى لها مكان في المدارس يتعلمهم بطريقة تانية إنهما مثلا يخدوا السنتين في سنة أو أكتر على حسب قدراتهم طيب هنشوف الفيديوهات جهزت الفيديوهات ده فيديو اشرحي المصطلات ده اللي بيميز أكاديمية العباسي إنه إحنا بنشتغل مع الطفل من سنة البيبي اللي هو الرضاعة من سنة في المفوق أو أقل إذا أمكن ما بيشجيش مثلا الأم ممكن تقولك أنا دلوقتي هنهودي ابني حضانة ليه أنا قعدة بيه في البيت إلا إذا كانت موظفة هو كده كده هيروح دي بقى الفيديو ده الفيديو ده أنا بقول رسالة لكل أم ما تقعديش ابني جنبك ونزليه وما تخافيش عليك الحمد لله ونقدر نطلع منه الشغل ومشاء الله عليك هو ما شاء الله بميز الألوان هو لسه في سن عمره ما شاء الله كم سنة ده إيه بقى النعب ديه ده هو بميزه ألوان أي حاجة يعني ديت مثلا بأنه يعرف الألوان ويطلع لون لن عايزاه هو حتى مسك اللون الأحمر بإيده وأنا بيعرفه أنه هنغبط هنا طيب ده إيه؟ ده شكل المعداد ده خاص باليوسيماس اللي هو مقبل الكتابة ده أبيب عنده سنتين هو دلوقتي عنده سنتين ومص هي دي بقى الفكرة laughs إنه هو طفل يشتغل على المعداد ده المعداد الكبير تمام ده يوسيماس يعتبر يوسيماس تمهيد اليوسيماس لا هو أن يوسيماس أهو أصلا بيبدقوا كده حتى لأطفالs الكبارة 4 سنين بيبدقوا بالعدد بيحيلو السابق يعنيه ما شاء الله يعرف مينس وبلس وإكوال يعرف يطلع هو الفيديو مجود رائع يعني بيطلع على عداد ويقول الرقم النتيجة بكل سهولة نشوف فيديو تاني جاهز معنا طيب يجهز الفيديو كده الفيديو اللي أنا شفته ده هو ده اللي بيميز أكاديمية العباس يعني أي أكاديمية بر وهي ده وده وده الفكرة اللي انتي قلت عليها نقف بقى هنا عن نقطة الإبداع مع طفل التربية الخاصة الفكرة كلها دلوقتي احنا الحمد لله في المكان بيميزنا برضو ان احنا عندنا فكرة الدمج يعني في قسمين قسم زوي احتياجات وهما زوي الهمم وقسم الثاني أطفال نورمال عادي فالقسم اللي هو زوي الهمم احنا دلوقتي فكرة الدمج عندنا في المكان بنضبط الطفل الأول شرط يعني بنطبق النظام بشروطه النهو الطفل ما يقصرش على الطفل الطبيعي إن كان عنده لازمة أو هيبر اكتب أو إلا آخره يعني نهو يشاطط الطفل أو يقصر عليه ما بيكونش موجود معاه في النكان بتاعه لكن أما يتضبطوا بقى كويس ما بيقصرش عليه بيكون موجود معاه ده بيعدي معانا بمقامة سنة جلسات طيب أنا وإحنا بنتكلم أنا وإنت يا ميس والاية قلتلي أنا بيشتغل بالقدرات مش بالسن عايزين بقى نقول أستاذ المشاهدين يعني إيه نشتغل بالقدرات مش بالسن هو موضوع الشغل بالقدرات عندنا ده فكرة جديدة في المكان أنا بوقفش الطفل عند حاجة معينة يعني هو دلوقتي قدراته عالية قدراته ما شاء الله سابقى سنه أنا موقفوشي وأتعامل معاه على الأساس سن كل اللي في سن سنتين يبقوا مع بعض تلات سنين مع بعض أنا قدراته الطفل ده قدراته أعلى يعني أشغله في مأثير يعني لو طفل بس عشان نغضح لأستاذ المشاهدين لو طفل مثلا عنده سنتين وطفل عنده ثلاث سنين والقدرات متقربة بتشغلي اثنين مع ثلاثة صح كده أنا وضح المعلومة صح وكمان زاوي الهمم في منهم مثلا أطفال ممكن خمس سنين قدراته جايبة ثلاث سنين واربع سنين ممكن يبقى معاه وهو ما كده كده ما بيأثيرش عليهم يعني في أطفال عندنا كوقعة أو سماعة أو عنده تأخر لغوي أو كده ده بيبقى طفل نورمال بيبقى عادي موضموك في مست الأطفال الطبيعية في الكلاس اللي هو قدراته على نفس القدرات ما تكونش أعلى منه بيعني إيه مثلا هو في قدراته سنتين بيقى مع الأطفال اللي هي سنتين أيوة نفهمه أوليك إحنا بنوضح لأستاذ المشاهدين التفل مثلا مش بالسن ولكنه بالقدرات بالقدرات صح لأن الأطفال بتكون متفوتة مع بعض في أطفال موضموك يعني ممكن يجيب تفل عنده خمس سنين بس استبوعبه ضعيف ومش عارف مش قادر حتى يحصل أي حاجة فبالدخله ممكن مع سنة أقل عادي أيوة صح كده الفكرة عندنا أنه فعلا بيجيبنا أطفال الموضوع ده يعني شدني وأنا بتكلم معيك عشان كده عايزة أوضحه لأستاذ المشاهدين وهنعلع الفيديو اللي جاي ده برضو العداد اللي هو بيتحكم فيه الأطفال الكبار الخارس بتاعه صغير جدا وبيطلع وينزل بسهولة مع الطفل فده بيبقى ده كل الأطفال طبعا اللي عندك في الأكاديمية؟ لا هنا بجيب بس حاجات معينة مكتفول حاجات معينة مكتفول وجيب الفيديوهات موجودة لكن أنت طبيعة بتشتغلي كده بشتغل بالقدرات يعني مثلا الطفل ده موقع الساعة هو سنتين وشوية طب أنا دلوقتي أنا الساعة دي جات صصفة معي على فكرة أنا كنت موجودة بتدربه على حاجة تانية خلص العداد للتواصل بقى مع دكتور ولاء الأركم زهرة على الشاشة دكتور تربية الخاصة نكمل الفيديو ده العداد هي تحكمت فيه بسهولة شوفيه مدار الضبطة والشغل البتاح ده عشان موضوع الكدرات ده إيه بقى؟ ده كان بيتدرب على الساعة يعني هو مدقن الساعة حتى اللي أنا يعني بقولهوله بيطلعه وبيطلعه بالعقرب 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 أنا ما وقفتوش هو عنده شغف للمعلومات بس باحترم حاجة إن أنا ما بضغطش الطفل ما بتضغطيش عليه بمشي معاه وحدة وحدة لنا بقى شغلين بكدرات ممكن أوقف حاجة واشتغل على حاجة تانية تمام من الشرط إيه اللي بيميز أكاديمية العباسي عن أي مكان تاني اللي بيميز الأكاديمية الأول حاجة الشغل مع الأطفال اللي هما الرضع اللي هما الصغيرين السنة الصغير إحنا عرضنا منه ده ده ميزة آه سنة ده كان سنة اللي بيتجو ده سنة ده كان ميزة الأولان سنة سنة بزدق كان يوم عيد ميلاد ويوم التصوير ده كمان بيميز المكان إنه هو في قسمين قسم زوي احتياجات وقسم الأطفال الطبيعية بكل شامل كل ما يحتاجه الطفل من تنمية مهارات تعديل سلوك لتخاطب كل حاجة موجودة في المكان تهتم بها يعني ده الطفل في نقطة تانية كمان الدمج فكرة الدمج موجودة عندنا في المكان وبتطبق في فكرة تانية كمان قصرنا قواعد تعليمية شوية يعني مثلا بالنسبة للأطفال اللي عندنا اللي هما زوي الهمم أو قدراتهم قليلة شوية بنبدأ مثلا المتشابهات ما بياخدهاش الطفل ده موضوع في الدراسة كامل يعني مثلا خد الباق ما ياخدش التقوي الساق ويخد الجين ما ياخدش الحق والخاء اللي بعد ما يخلص ويبجع تانية متشابهات عشان ما يتلغبطش فيهم عندنا كل الأطفال بالكامل اللي اشتغلت معاهم ويمكن على الصفحة موجودة الكلام ده ويمكن في فيديو برضو الطفلة هنا وقد ده كله كامل على بعضه عادي كوقع الفكرة كلها بنبدأ مع الطفل بيتعامل كأنه طفل طبيعي بس الطرق هي اللي بتختلف الطريقة وطريقة التوصيل طبعا ما هو اللي بيميز ما أنا هقولك على حاجة يا سيدة غالق اللي بيميز مكان عن مكان طريقة توصيل المعلومة التدريس يعني ايه او انا دكتورة تربية خاصة او معاي صعوبات تعلم او او اللي بيميزني عن اي حد تاني ان انا ابتكر طريقة او فن التواصل هو ده اللي احنا بنقامد عليه وعايزين اهل الاطفال لان اغلب الاطفال دلوقتي منشغلين بالشاشات والالعاب والكمبيوتر والحاجات دي وناسين العالم اللي هم عايشين في اصدق او اهم حاجة بقى يميز ولا انا عايز اقولك عليها انت نورتينا بجد والله العظيم انا سعيدة والحلقة جاريت بسرعة عايز اقولك ان الاطفال بالحب هتستقبل اي حاجة اكيد انا عرفت ان الاطفال بتحبك جدان في الاكاديمية على فكرة اه انا عملت كده اعداد عنك ومشاء الله هموا مشاء الله اصلا اول ما الطفل اللي هو زاول همم اول ما بينطق بيقول يا ماما وتاني لحد ما يخلص كل حاجة امه يقول يا ماما وبعدان يقول يا ميز بعدها لما وضربه يقول يا ميز يقول اتنين مش يقول يا ماما ويقف لا او يميز ويقف اه نورتينا والوقت فات معاك بسرعة وعايز اقول لأستاذ المشاهدين امسك في حلمك حلمك حتى لو كان مستحيل مش مستحيل على ربنا طول ما انت بتعمل اللي عليك هتوصل لحلمك انت قد حلمك وهتوصل له وفي برنامج شكل تاني احنا بنوصل كل حاجة بشكل تاني وبشكل مختلف بنجيب النماذج المشرفة زي استاذة ولاء وازاي قد ايه هي قدرت تطور وتبدع يعني اليوسي ماس اليوسي ماس احنا معروف انها 4 سنين انا اول مرة سمعان سنتين دي فدي فكرة وابتكار جديد وانا عرفت عانا حيات كتيرة جدا وان شاء الله عليك ربنا يكرمك ومن مزيد لمزيد ومن نجاح لنجاح وحب اشكر استاذ عبد الرحمن كتير جدا الصحفي الجميل اللي وقف جنبي وورايا ودعاني نفسيا واستاذ وليد المخرج واستاذ عبد الله وانا بشكر كل القائمين على قناة الصحة والجمال ويا رب نكون اسعدناكم ونكون ديوف خفاف عليكم واستاذ ولاية وعدنا وحلقات تانية كتيرة كلامك ما يتشبعش منه وان شاء الله الحلقة جريت مننا كان لسه في فيديوهات كتيرة هتتعرض بس ان شاء الله المرة جاية وقت البرنامج يا رب نكون افدناكم واخر حاجة عشان نختم بيها اخر حاجة عشان نختم بيها عايزك تقولي كلمة لكل ام عشان نختم حلقتنا اقول لكل ام خد بالك على ابنك ما توقعيش اي توقعي كل حاجة حلوة مع ابنك ما تقوليش لا ده صنه صغير لا اهمله دلوقتي لا ما بدأش معاه حاجة او يبقى عنده صلقيات غلط واقول لا ده هو لسه صغير لا ابنك هو مستقبلك هو مرايتك بمعنى اصح ما فيش حاجة مستحيل على ربنا كل حاجة بصي بالايمان والصبر والتدريب ما فيش مستحيل ان شاء الله بإذن الله انا كتير عارضوني في الافكار دي كلها والحمد لله ما وافتص الحمد لله نشوفكو في حلقات تانية من شكل تاني يوم الاتنين ان شاء الله انتظروني بإذن الله